السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله قراءتنا جديدة وحاصرية على قناتنا لموليد بورج الاسد صل على الحبيب علي افضل الصلاة والسلام قطروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير الكبر اللهم بشن بما انتظر منك وانت خير الموشرين كلها بورج الاسد تاريخ الفيديو بتاعك 5 ابريل ده تاريخ الفيديو التاريخ علشان بس مصدقية قناتك اما قراءتك عامة ومفتوحة وتنطبق على الجنسين لعله يكون عندك خير وعندك طاقة ايجابية وفرحة طال انتظرها بس كل اللي محتاجة منك ان انت تركز معايا كويس جدا فيه قراءتك واللي ينطبق عليك تنزل ترهولي فيه الكومنتال بإذن الله ربنا هيكرمك من حيث لا تحتسب بفضل ربنا اخر الفيديو بتاعك هنقول الرسالة بتاعتك اللي هترد على الامنية اللي انت حاطتها في بالك ادعم وانزل وادعم الفيديو بتاعك باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي بتصلي بيه على الحبيب ونشوف مع بعض الاخبار الفترة اللي جاية هتكون ايه بسم الله برك الاسد اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اول حاجة انت اليومين دول عندك شوية قلق شوية تفكير رهيب جدا في حاجات بتفكر فيها عليك فلوس عايز تسدها عليك دين عايز تطلع منه عليك حاجة مضايقاك او بمعنى اصح عندك خنقة وبتحاول تجدد من اللي انت فيه امورك اي نعم مش متزبطة بس عندك حاجة بتتحضل لك في الخير يعني انت هتعمل عمل انساني الفترة اللي جاية ممكن تعمل حاجة لله ممكن توزع حاجة لله اللي واعلم بس انت عندك حاجة جديدة فيه شوية تعب نفسي من الشريك بمعنى اصح الشريك مأثر عليك في حاجات كتيرة جدا عندك خروج من الحالة بتاعتك السيئة او خروج من الحالة اللي انت مضايقاك عندك حاجة اعطلة في محكمة بقالها مدة عندك اما ورق سفر لا اما ورق خروج من اللي انت بتمر بيه حاليا الله اعلم بس انت عندك ورق خير الفترة اللي جاية وعندك طاقة تانية مختلفة كمان انت الفترة دي متسرع جدا في قراراتك متسرع جدا في قراراتك في كلام في يعني بقيت مندفع بطريقة رهيبة دمك دايما حامي او دمكم دايما حامي مشكلتكم ان انتو بتغيروا جدا على الشريك والشريك مش قادر يفهم الحاجة دي وبعد الامور بيبقى فيها مشاكل وبيبقى فيها ضغوط نفسية حاول ان انتو تتمسكوا شوية في اعصابكم وبلاش ان انتو تبينوا للشريك حبكم ازايد علشان الشريك شايف ان دا عدم سكة وان دا تحكمات زايدة عن اللي زوم فبالتالي انتو كده ما تضغطينه وتضغطون نفسكم في حاجات كتيرة جدا حصل عندكم خيانة والخيانة دي انتو اكتشفتوها وكررتوا ان انتو ما تتكلموش عنها بس انتو نويين تردوا اللي حصل عندكم اكتر من مرة عندكم تفاحة والتفاحة دي هتكون خير لكم او بمعنى اصح هتخرجكم من الديء والخانة اللي انتو بتمروا به خلال فترة معينة بازن الله كمان النوم بتاعكم مش مستقر 24 ساعة تفكير وبتضغطوا على نفسكم مقدر ابشركم ان شاء الله بازن الله بنجاح مشروع حلو جدا انتو ماشيين في طريق خير والطريق الخير دا هيبقى فيه مشروع او انتو بدأتو مشروع جديد او انتو نويين تبدأوا مشروع جديد كل المشروع اللي عندكم دا هينجح باذن الله الفترة دي كمان انتو فقدتو حد عزيز على قلبكم الحد دا كنتو بتحبوه قوي او كنتو كده بتحسوا قد ايه الشخص دا بيديكم دفع لقدام قد ايه الشخص دا لطيف قد ايه الشخص دا كويس قررت ان انتو تدعملوا فيه شوية يعني البعض منكم اصلا بسبب العصبية العصبية الزايدة اللي عندكم القولون عندكم عصبي 99% عندكم القولون عصبي عندكم موجع في الجسم بتطلع لكم كده بالضغط النفس اللي انتو فيه فدايما نقول ان انتو تهدوا اعصابكم وبلاش ان انتو تفضلوا طول الوقت تضغطوا على نفسكم فيه حد انت ناوي تدفع عنه لان ما هتشهد عنه حقيقة كويسة او حد انت هيبقى قاعد في موضوع كده او هتبقى قاعد وحد هيقول على حد كلام فانت هتندفع جدا وهتقول ان الكلام دا ما حصلش وهتتكلم عليه ليه علشان انت مش عايز ان الشخص دا اللي انت هتدفع عنه هيكون فعلا مخلص جدا ليك وبيكون دايما فعلا بيحبك فيه حد عندكم ممتاز جدا ان هو يستفزكم ممتاز جدا ان هو يتكلم عليكم وان هو يجيب في سريتكم ودايما بينكم ما بينه او بينكم ما بينه مشاكل على طول على ادفع الامور الاسباب دي على ادفع الاسباب الصغيرة دايما فيه مشاكل بينكم وما بين الاسرة دايما كده حسين انا عايز اقول لكم ان انت معمول لكم سحر بالوقف الحال بكل حاجة وقف الحال ده مؤثر عليكم مؤثر علي ولادكم مؤثر علي الشريك مؤثر حتى على الأسرة وده هو اللي مسبب لكم الضغط اللي انتو فيه السحر ده بيتجدد لكم حاليا واقف بس تأثيره لسه موجود تأثيره مؤثر عليكم في ايه مؤثر عليكم ان انتو مش طيقين تتكلموا مع حد او عايزين تتكلموا مع حد فعشان كده انتو حاولوا انتو تتخلصوا من السحر ده وتتحصنوا نفسكم على طول ويبقى تستحموا بمية وملح وتخلوا بالكم من اي حاجة سلبية مؤثر عليكم حاليا السحر ده واقف فطول ما هو واقف انتو تأثيره السلبي عليكم يعني لو كان تأثيره 100% فتأثيره حاليا 10% فانتو دي اكتر فترة ممكن تتجددوا اكتر فترة ممكن تطلعوا اكتر فترة ممكن تبصوا من نفسكم وتشوفوا حياتكم بشكل جديد عندكم كمان الفترة دي اكتر من حاجة هتبان قدامكم وهتكون كده زي الترابيزة مكشوفة وهتاخدوا برضو قرارات حاسمة فيهم في حمل كبير جدا على كتفكم مسئولية كبيرة او حاجة كبيرة على كتفكم عايزين تاخدوها من وقت للتاني كمان عندكم وجع في الجسم الفترة دي عندكم حاجة مقصرة عليكم في وجع جسمكم في حد عايز يجيب لكم هدية وانتو هترفضوا علشان هتحسوا ان هو بيخطط لكم حاجة او انتم مش متفقلين خير من الشخص ده في شوية معاناة من وقت للتاني بتعيشوها وده بسبب الضغوط اللي عندكم وبسبب برضو التوتر انتو كمان الفترة دي مش حاسين بالامان ولا حاسين بالراحة من الناس اللي حوالكم عندكم فوبيا من ناس كتيرة جدا ومش عايزين تتكلموا معاها ولا عايزين حتى تفتحوا اي مواضيع عندكم في كمان هنا شخص يعني انتم ممكن يكون عندكم ابن او عندكم حد انتم بتحبوه جدا بس الحد ده نفسيته تعبانة او انتم دايما بتحاولوا تطبطبوا عليه الفترة دي كمان بسم الله م شاء الله عليكم هنا في حمد لديكم الفترة اللي جاية او في طاقة ايجابية بسم الله م شاء الله عليكم عندكم حاجة تخص اطفال انتو هتسمعوها الفترة اللي جاية دي بسبب ان شاء الله وممكن كمان بعد موكم يكون عند رجوع علشان انتو خلاص بدأتوا تاخدوا قرارات حاسمة بدأتوا تبصوا لحياتكم بشكل ايجابي اي نعم انتو عانيته واي نعم انتو تأذيته وشوفتوا كتير من الحياة من لغبة اموركم مش متزبطة الفترة دي بس بسبب الورق وبسبب القرار اللي انتو تاخدوه اولا هتحلوا المشاكل اللي عندكم ثانيا هيبقى فيه قرارات حاسمة عندكم رجوع مع ابراج مائية برج السرطان برج العقرب برج الحوت هيبقى فيه رجوع عندكم او هيبقى فيه كلامه ممكن المشكلة اللي بينكم تتحل بس دايما تخلوا بالكم من اي طاقة سلبية كمان بلاش ان انتو تدفعن نفسكم في التفكير انتو ادمخكم يعني ادمخكم خلاص هتنفجر من قطر الاربع وعشرين ساعة تفكير زي ما قلت لكم وبالكم مشغول قوي الفترة دي بحاجتين بالصحة وبالماديات الماديات عندكم زي ما قلت لكم انا ببشركم انه فيه مشروع هينجح عندكم ومن خلال المشروع ده هيبقى فيه خبر حلو بس الصحة دي بتاعتكم انتو لازم تهتموا بصحتكم ولازم تبعدوا عن اي حاجة في حياتكم انتو بدأتوا يعني بدأتوا تطلعوا اي نعم بدأتوا تطلعوا من التوتر بس انتو خلاص كمان البعض منكم ممكن يكون عام الرجيم البعض منكم داخل على ايامها يخس جدا او بمعنى اصح انتو فيه امور عندكم البعض منكم بيلعب رياضة البعض منكم حرم نفسكم من اكل فيه حاجات عندكم انتو حرمين نفسكم منها وده بيل لكم قوي الفترة دي كمان فيه حد دايما بيحب يطبطب عليكم حد بيحب دايما يقول لكم ما تزعلوش ان شاء الله الاخير ان شاء الله بإذن الله ربنا يسر امركم حد كده بيديكم طاقة ايجابية لقدام المنفصلين هنا المنفصلين قربوا يخبطوا دماغهم فلحات من كتر التفكير يعني انتو اي نعم سايبينها على ربنا بس برضو بتفكروا 24 ساعة تفكير وده اكبر خطأ انتو سيبوا سيبوا كل حاجة على ربنا ومن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب عشان انتو عندكم خروج من كذا امحنا مين كمان الشخص اللي انتو خايفين تخسروا الفترة دي او بمعنى اصح شخص خلاكم تفكدوا سكتكم في ناس كتيرة جدا خلاكم خلاص عايزين تعيشوا لوحدكم كده واخدين جنب آآ واخدين جزء كده لوحدكم مش عايزين تتعاملوا مع حد خلاص ان شاء الله الفترة دي هيكون فيه سفر مفاجئ لكم السفر ده هيكون طاقة حلوة هيكون فرحة على انتظرها هيكون اخبار لكم انتم امور هتستجد معاكم ممكن ان بعض منكم هيخلص وراء والوراء ده زي ما قلت هيكون خير بس فيه شوية حاجات بتحصل معاكم خلياكم خايفين من بكرة والانيل وده اكبر غلط يعني بلاش تخافوا من الايام اللي جاية ادوا يعني مسلا ادوا الايام اللي جاية وضعها او بلاش ان انتم تراكم نفسكم في تفكير وفيه حاجة سلبية او في اي ضغط نفسي منكم او من ليكم او مين هنا الشخص اللي مونعين وفعلا يجمعكم بينه وما بين الشيط او الشخص اللي هو فعلا بيحبكم وعايز يجمعكم او عايز ان هو يعني مثلا يقربكم من بعض يخليكم تكملوا تخليكم تشوفوا بعض الله واعلم الشخص ده عندكم في حياتكم موجود يعني يعني عايز يجمعكم بس مش عايف وفيه نفس الوقت ارجع وقول ان انا المرة اللي فاتت شفت لكم ان انتم فيه عايق طفل عندكم انتم متعلقين بي جدا وبالكم مشغول بي جدا اه الطفل ده مازال موجود ومازال برضو انتم انتم متعلقين بي او بالكم مشغول بقوي الفترة دي اموركم الايام دي ماشية عكس من انتم عايزين او بمعنى اصح الامور عندكم فيها طاقة مختلفة انتم هنا حاسين ان انتم زهقانين ان انتم تعبانين عايزين بقدر المستطاع تطلعوا من اي حاجة في حياتكم في شغلكم في مجال اكل عيشكم في نفور مش عايزين تشتغلوا مش عايزين تكملوا في الشغل ده في شوية ضغوط انتم حق في بالكم كده كمان انتم هنا شايلين لاما وراء لاما سفر لاما حد بعيد عنكم حد تأخر في غيابه عليكم ونويين او في حد نوي ساعتكم الفترة اللي جاية بشكل كبير جدا انتم هنا مصدومين في علاقتكم مع الشريك او بسبب الشريك ظلمكم في طرف تاني او في علاقة تانية ممكن نكون في الشريك في طرف تاني في حياته او في علاقة تانية الله اعلم اه في نفس الوقت كمان انتم هنا بتدوروا على حاجة دي تتحصل لكم بتدوروا على حاجة فيها طاقة خير عندكم هنا شوية زعل اه بقى نعم بتضحكوا ونعموا الحبيل للحياة بس في شوية خانقة وديقة من غير اي سبب رغم ان انتم اطيب من قلبكم مفيش بس دايما كل الاشخاص اللي في حياتكم حتى عليكم بشكل اكبير طريق والطريق ده طويل انتم ماشيين فيه اه هو اصلا بشرة خير لكم وان شاء الله باذن الله هيكون طاقة جديدة او طاقة مختلفة انتم صادقين جدا في مشاعركم الفترة دي صادقين جدا في كلامكم بتستوعبوا اكتر بس بلاش تتعصبوا على الفوضي وعالمليان انتم هنا ما تستهلوش اللي انتم بتعملوه في نفسكم ده فياريت تخلوا بالكم عندكم فرحة كبيرة جدا في الطريق ليكم ان شاء الله باذن الله هتغير حياتكم للاحسن انا عارفة ان انتم هنا حزانة وان انتم هنا مطعنين ودقيتوا في باب معين انتم عملين تدق عليه ومزارع ما انتم تدقوا عليه والباب ده لسه مقفول في وشكم وعشان كده حالتكم بتسوق للأسوأ بلاش الكلام السلبي اللي انتم بتسمعوه من اي حد انتم ما تعرفوش ربنا كاتب لكم ايه او هتخرجوا للمحنة والديقة اللي انتم فيها ازاي عندكم اكلة حلوة اكلات بحرية انتم بتحبوها حاجة معينة انتم هتحبوها كمان في نفس الوقت هتطلعوا انتم بتحبوا قهدة البحر جدا بتحبو تشربوا قهوة تشربوا كده حاجة تروق مزاجكم ان شاء الله هيكون في طاقة ايجابية عندكم وهتطلعوا من الضغوط النفسية اللي انتم حط اللي هي محطوطة عليكم ان شاء الله كمان هيبقى فيه تحضير انتم هنا بتحبوا اللون الاسود بتحبوا الانوان ايجابة ديكم طاقة ايجابية فهتبقى فيه تجديد كده هتجددوا ممكن تنزلوا تشتروا حاجة جديدة تهادوا نفسكم هدية الله اعلم هتعملوا حاجات انتم عندكم طاقة ايجابية مفتوحة وفيه اكتسامة هتكون مرسومة على وشكم بس الهدف اللي انتم حطينه في دماغكم ده هو اللي عاملكم التفكير السلبي الكتير فبلاش ان انتم تضغطوا عن نفسكم ويسجوها على كل حاجة على ربنا الحظ عندكم اي نعم واقف شوية بس باذن الله ربنا هيبشرة كمان انت بتعاني من الحسد الشديد محسود بطريقة كبيرة جدا الحسد ده هو اللي مخليك مضغوط اليومين دول ومخليك متقيد في علاقة سلبية مش مرتاح فيها عايز تنفصل عنها او عايز تطلع عنها بس مش عارف تاخد القرار ازاي او تبدأ ازاي او تتعامل ازاي كمان انت ممكن تكون معجب بشخص او شخص معجب بيك فيه اعجاب من ناحية حد وانت مش عارف تصلحه او مش عارف تتكلم معه كل الفتيات او كل الاشخاص اللي في حياتكم بيغيروا منكم لان انتم جواكم نجاح جواكم ازدهار دايما نمبر وين في اللبس في الجمال في الشياكة في الاناقة ما شاء الله عليكم ويشان كده انتو اللي بتجيبوا الحسد لنفسكم اللي بيشوفكم يعني مش بيكون متخيل ان انتو كده مش بيحسدكم على طول فعلت تخلي بالكم بالنقطة دي كمان بالكم مشغول بحد بعيد عنكم بالكم مشغول بحد غايب عنكم فيه بقى طاقة كده طاقة انشغال طاقة تفكير في حد بعيد وهو ده اللي مسبب لكم الصدوعة علشان ما بيتناموش كويس ولا بتاكله كويس وعشان كده فيه ضغوط نفسية القلم اللي في الظهر بيظهر فاجأة بعض منكم بيسوق عربية البعض منكم بيسوق سواقة ياريت تخلوا بالكم من سوائتكم او انتو بتسوقوا او عندكم حد بيسوق ياريت تخلوا بالكم شوية من السواقة وتخلوا بالكم من الاستغلال لو فيه حد عايز يستغلكم الفترة دي كونوا حرصيين كويس جدا كمان البعض منكم هنا حاطت ايدو على خدو ومستني رسالة معينة فيه رسالة هنا انتو مستنيينها بقدر المستطاع حاسين ان الرسالة دي هي اللي هتديكم دفعه والدعم وبإذن الله الرسالة دي وقت ما هتيجي انتو هتكونوا بفضل ربنا هتبقى رسالة كده طبطبة لقلبكم والموضوع اللي شاغل بالكم مع العيلة او ده معنى صح الموضوع اللي بينكم وما بين العيلة اللي عمال يتفتح من وقت للتاني ده هيدخل فيه حد وهياخد لكم قرار حاسم او حد هياخد فيه قرار الموضوع ده وهتحسوا ان انتو كده صح ومشيين في طريق الصح بس ما تسمعوش كلام حد بيوصل لكم كلام سلبي وبيخلكم تفضلوا مخنوقين فيه نفس الوقت فيه ناس مش حبالكم الخير زي ما انتو فاكرين ومش عايزة تجمعكم زي ما هم بيبينو لكم خلوا بالكم من النقطة دي انتو دايما صبرين لو صبرين خيانة صبرين عندكم هنا حرف الالف الحرف الالف ده فيه حد انتو بتحبوه من حرف الالف بس شايلين هم وفيه دموع جوه قلب جوه عينكم دموع بطريقة رهيبة يعني رغم ان انتو اقوياء بس قلبكم قلبكم مفيش قطيب منه ومش القلب بس ده كمان يعني انتو حسين بحاجات كتيرة جدا الفترة دي كزا حاجة حسين بيها كزا حاجة شغلة بلكم في زبزبة في تفكير رغم ان عندكم ايام جميلة وهتكونوا مبسطين جدا وهتغيروا وحياتكم هتتبدل للاحسن بإذن الله بفضل ربنا كمان انتو ممكن تكونوا يعني علشان العين مأثرة عليكم شوية عندكم شوية رجوع او شوية كده حاجة معينة ببالكم الله اعلم بس في شوية رجوع عندكم كمان انتو متفاجئين جدا الفترة دي في رزق انتو مش متوقعينه في حاجة انتو مكنتوش حطينها ببالكم هتجي لكم فجأة في الوقت المناسب الفترة دي هي فترة الرزق ديكم هي فترة المفاجئات لكم فيها يتخلوا بالكم والأي حاجة بجي لكم كنتحسوا ان هي راحة من عند ربنا كمان الوضع الاجتماعي عندكم هي ضغية وهيبقى فيه عوض من عند ربنا من بعد الصبر والطاقة السلبية اللي انتو عشتوها طبعا الفترة دي انتو هتكونوا دايما يعني مالكين نفسكم هتعودوا على كرسي جميل جدا الأيام دي اي نعم حالة من الخمول والكسل والصداع اللي بيتقرر معاكم والكلام السلبي ده بس انتو نويين تعملوا بتجديد نويين تطلعوا نويين تعفروا نويين تبنوا بسم الله ماشاء الله عليكم عندكم كمر الأمر ده هينوه حياتكم ورحلتكم دي هتتم على خير اذا كانت سفر او اذا كانت زيارة لحد بس دايما اقول خلوا بالكم من اكتر من شخص حواليكم عيونه عليكم الحد ده حطتكم في باله اي نعم انتو هتخرجوه من حياتكم اذا كانت افاعي او اذا كان بومة او اذا كان حاجة هتخرجوهما هتطردوهم برا وهتكونوا صحاب قرارات حاسمة فيه بلوكة هيتفك بينكم ما بين حد والبلوكة ده هيكون احتمال كبير جدا هيكون طاقة ايجابية لكم علشان انتو الفترة دي سكتين اكتر عن ما انتو بتتكلموا وزي ما قلت لكم التعبين اللي على هيئة بشر اللي موجودين في حياتكم ان شاء الله باذن الله في الوقت المناسب انتو هتطلعوا من اللي انتو فيه ولو فيه موضوع معين محيركم او موضوع معين شاغل بالكم الفترة دي ده اتأكدوا انه هيكون طاقة ايجابية من عند ربنا انتو مهوسين جدا باللغبطة اللي عندوكا بس دايما اشارتكم روحانية دايما الطاقة بتاعتكم روحانية تفكيركم اصلا تفكير روحاني بتحس كله انه فيه حاجات بتحصل غريبة عندكم وانتو مش حق يعني مش متوقعين او مش متخيلين ان الحاجة دي تحصل كده بسهولة او الحاجة دي تتم عندكم بالطريقة دي تفكير رهيب وامور عندكم انتو يعني ما شاء الله عليكم بس كمان انتو هنا الحاجة اللي بتفكروا فيها حاليا الحاجة دي صح مية في المية من غير كلام كتير الحاجة اللي انتو بتحطينها بالكم دي صح بس انتو مستنين تمسكوا دليل او تمسكوا حاجة فكمان انتو عايزين انتو هنا هتسامحوا حد حد تتكلم عليكم هتسامحوا وهتصبوها على الله بس في شخص لو ما يعني انتو بتقولوا الشخص ده لو الجنة واقفة علينا علشان نسامحوا احنا مش هنسامحوا الشخص ده نزال موجود وعايز اقول لكم كمان الفترة اللي جاية الحظة هيبدأ يلعب معاكم دور حروق كويس جدا وعشان كده هتصحوا في كام يوم مميزين جدا بالنسبة لكم وهتحسوا انه فيه فرحة وزي ما قلت لكم لو انتو حاليا بتعانوا من قلة الرزق الفترة اللي جاية هيكون فيه تواصل مع حد بعيد او حد هيكون ليه سلطة حد هيكون ليه وضع كده حلو او فرحة حلوة بسم الله ما شاء الله عليكم وشكم هيبدأ ينور هتبدأوا تهتموا بنفسكم هتبدأوا تشتغلوا على نفسكم هيبدأ الايام اللي جاية هتكون فيه طاقات حلوة ويبقى فيه خبار مختلفة كمان انتو هنا بسم الله ما شاء الله عليكم انتو يعني سوق الظن اللي عندكم ده هيبدأ وهتطلعوا من كذا حاجة مضايقاكم بس اهدوا هدوا اعصابكم يعني انا اتبشرتكم ان انتو هيكون عندكم طاقة ايجابية وفيه مشروع ناجح وهيبقى فيه اخبار حلوة بس فيه حاجات غريبة بتحصل معاكم الفترة دي بشكل جبير جدا وفيه حبيب او فيه علاقة سابقة حد يخص الحب هيرجع لكم الفترة اللي جاية وهيبقى عندكم كده دفعة لقدام هتحسوا ان الشخص ده رجع لكم علشان حاجة معينة فانتو ممكن ترفضوا او ممكن تقولوا احنا كنا مستنيين الرجوع علشان نشوفوا انتو هتعملوا ايه من غيرنا او حياتكم هتكون ماشية ازاي من غيرنا قراراتكم دايما متفقلة فيها تفاؤل فيه حب جديد فيه تغيرات جزرية عندكم على جميع الاسعة بس دايما خلوا اعصابكم هادية وخلوا ان انتو عندكم سكوا بنفسكم بتتجدد الفترة دي او طاقات معينة عندكم هتتجدد بيذن الله فيه كزا حاجة كمان هيبقى فيها تحسين وهيبقى فيها الوضع اللي انتو فيه ده او الحاجة اللي انتو فيها حاليا هيبقى فيها طاقة تانية خالص او هيبقى فيه تفسير لحالتكم بطاقة مختلفة انتو عندكم كزا حاجة هتتحسن فبلاش اي ضغوط نفسيا نشوف بقى الرسالة بتاعتكم اللي هتتحط على الامنية بتاعتكم ولعل تكون خير عندكم اختار ورقة معايا اختارتي لا تيأس من اي حاجة تأخرت ولا تهتم فالله معك راحة البال والحب والمال وكل شي هيكون على ما يرام طيب ما ديزعلوش مني انا ما عجبتنيش الرسالة دي فانا عايز اختار واحدة تانية لا انا اختار دي دي بقى دخلت قلبي على طول لا تتسرع فستنول صبرك عن كل ما تريده سيتغير حالك الى الافضل باذن الله الرسالة دي تدخل القلب لا تتسرع فستنول صبرك عن كل ما تريده وسيتغير حالك الى الافضل باذن الله بسم الله عليكم على ايامك وعلى جمالك الرسالة التانية دخلت قلبي على طول واتمنى تكون ان هي دخلت قلبكم تحياتي لكم وتمنى لكم الخير ولو عجبتكم الكراءة ما تبخلوش علي باللايك الجميل وبالتعليق اللي يتصلوا بيا على الحبيب